هاخد كلمتين مهمين جدا من التقرير اللي فات كلمتين من والدة سيف عيسى طلبة الجماهير بشيء مهم جدا طلبة الجماهير ان لازم نقف في ظهر اللعيب في الإخفاق لان اللعيب البطل اللي حقق قبل كده مش شرط يحقق طول عمره كل لعيبة العالم ما بتكسبش على طول وما فيش لاعب بيكسب على طول وما فيش نادي او منتخب بيكسب على طول فلازم نقول للجماهير لما اللعيب يخسر بلاش نجلده على السوشيال ميديا صدقوني شفت كتير من اللعيبة اخفقت في دورة توكيو والجماهير جلد على السوشيال ميديا بالراحة شوية شوية لان اللعيب ده يحقق بإذن الله لكن بلاش ندخل اللعيب اللعيبتنا في إحباط معناوي او نفسي ما نقدرش نطلعه لان صناعة البطل صناعة مهمة جدا فالجماهير رفقا بأبطالنا وبنجمنا رفقا بيهم علشان نلاقيهم في باريس متواجدين معنا الكلمة التانية كلمة رامي اخو نجمينا الكبير سيف عيسا وهو بيقول ده المثل هو ده اللي احنا عايزينه من كل ولدنا الصغيرين ان ابطالنا اللحاء ومدليات يكونوا هم المثل والقدوة ليهم عشان نقدر نلاقي عندنا في المستقبل القريب جدا اكتر من بطل واكتر من مدليا كلنا نوع نفتخر بيها اشتركوا في القناة